السلام عليكم اهلا بكم في مطبخ موني النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البطاطس الهندية المقرمشة بطريقة سهلة جدا وطعم مختلف عن البطاطس العادية بتاعتنا اهم حاجة بس يا جماعة نعمل المقادير كويس جدا وطريقة العمال هنقول بسم الله ونبدأ نقول المكونات معانا هنا ده نص كيلو وخمسمية وخمسين جرام بالزبط من البطاطس ومعانا هنا كمان دقيق السوميليين او دقيق السميد الغير محلق اللي هو بيتباع عند المحل كده سايد مش اكياس معانا منه مج ونص والبهارات معانا عبارة عن كاري وكركم بودرة توم بودرة بصل كام مون وكوز براناشفع وملح وبابريكا وكمان معانا هنا بيكين باودر هناخد منه نص معلقة صغيرة وكمان معانا نص مج من المية وده المج اللي انا عيرت بيه السميد اول حاجة خالص البطاطس معانا مسلوقة يا جماعة بالاشرة بتاعتها هنقشر البطاطس خالص زي ما احنا شايفين كده وما نحطش ملح وحنا بنسلوقها احنا ليه سلقناها بالاشرة بتاعتها علشان ما تشربش مية الوصفة دي عايزة البطاطس ناشفة شوية دلوقتي هنهرسها كويس جدا بالشوكة وبعد ما هرسنا البطاطس كده هنغطيها بستريتش فيلم او بكيس علشان بس ما تنشافش لغاية لما نكمل باقي الخطوات ودلوقتي هنروح لبوتجاز نحط طاصة لغاية لما تسخن كويس ونحط فيها معلقتين كبار من الزيت ودلوقتي هنحط المج ونص من دقيق السميد ونقلبه كويس جدا لغاية لما يتغلف معانا من الزيت ونبدأ ان احنا بنحمصه وبعد كده هنحط كمان نص معلقة من البيكن باودر احنا بنحطها هنا في الاول عشان ما ننسهاش هنحطها ونقلب كويس في دقيق السميد ان هو يتحمص معانا شوية ودلوقتي هنحط نص كباية المية ونبدأ نقلب فيه احنا عايزينه يبقى بالمنظر اللي قدامنا ده عامل زي رمل البحر المنادي يا جماعة ما يكونش ملزق في بعضه وده اهم خطوة ان هو يكون بالمنظر اللي قدامنا ده دلوقتي بعد ما اخد القوام اللي قدامنا ده هنروح دلوقتي عند البطاطس نطلعها من من الستريتش فيلم ونحطها في ايناق عميق شوية علشان هنبدأ باقي الخطوات دلوقتي هنحط نص معلقة صغيرة من الكمون نص معلقة من بودرة التوم نص معلقة من بودرة البصل نص معلقة من الكزبرة النشفة والملح هنحط معلقة كاملة صغيرة هنحط نص معلقة من البابريكا وكمان نص معلقة من الكركم وطبعا الكاري ده اساس اي وصفة هندي هنحط منه نص معلقة مليانة من الكاري ودلوقتي هنبدأ ندعك كويس قوي البطاطس نهرسها كويس قوي عشان تاخد كل التدبيلة اللي معانا والافضل طبعا ان احنا ندعكها كويس بادينا عشان البطاطس تاخد كل التدبيلة زي ما حضراتكم شايفين بقى لونها لون التدبيلة بالزبط ودلوقتي هنحط معانا دي السميد شايفين يا جماعة نازل المفرور خالص اهوت عامل زي رمل البحر المينات دي اه ما هواش معجن ودلوقتي بعد ما دعكناها كويس او زي ما حضراتكم شايفين كده هنمسك جزء والنم معلقة دينا بدم لم بالمنظر دي بقى كده تمام بس احنا مش عايزين هتنشف مننا هنعمل ايه هنجيب معانا مج فيه اقل من معلقتين مية وهنحط معلقة مية على مرتين يعني نص في نص اه وندعكها كويس قوي دي المرحلة دي بتخلي البطاطس او الطريقة دي بتخلي البطاطس ما تنشفش معانا لغاية لما نخلص اليه خالص اه ودلوقتي هنلم جزء بادينا كده بدم اخد القوام اللي قدامنا ده وما اشققش وما تقصرش في ادينا بهوى كده تمام اه ودلوقتي هنجيب معانا لوح التقطيع وكمان نجاهز طبق كبير اه ناخد جزء كده ونلمه بادينا ونحاول ان احنا نفرده على لوح التقطيع بالمنظر ده علشان يبقى رفيع معانا شايفين اهم حاجة يا جماعة نفرده كويس اوي كده ونخليه رفيع ما يكونش سميك علشان ونحنا بنحمره في الزيت يبقى مقرمش من جوه ومن بر اهو زي ما حضراتكم شايفين متناصق معانا اهو هنعمل كمان واحدة نلمها بادينا كده الاول كويس وبعد كده نفردها على لوح التقطيع بادينا كده لغاية لما تاخد نفس الشكل او نفس الحجم اللي قدامنا ده وبعد كده هنكمل باقي الطريقة مع نفس الثوابه لغاية لما نخلص الكمية كلها ما شاء الله عملت معانا كمية وفيرة جدا ودلوقتي بقى نروح على البتجاز ونجيب طاصة غويتة ونحط فيها زيت كتير جدا زيت غزير ونسيبه لغاية لما يسخن اوي اوي يا جماعة ودلوقتي هنبدأ نحط صوابع البطاطس بتاعتنا ما نحطش كتير نحط اربع او خمس وحدات بس في الطاصة علشان الزيت ما يبردش معانا وما نقلبهاش خالص احنا بس بنسبة هي بتتحمر معانا بسرعة وما نقلبهاش بالشوكة خالص يا جماعة عشان ما تتقصرش اهوت ادي اول صابع تتحمر معانا شايفين جميل جدا اللون وحلو طبعا بنحطه على مناديل مطبخ علشان لو شربت زيت مع ان هي ما بتشربش معايا زيت بصراحة وشايفين انا بحرقهم بالشوكة عادي خالص اهوت ودي من علامات ان المقادير مصبوطة كويس اوي ما تقصرتش معايا ولا حاجة اه دلوقتي هنعلق النار تاني ونخلي الزيت يسخن اوي شايفين الفققيع دي معنى كده ان الزيت سخن هنحط كمية كمان وزا ما اتفقنا ما نقطرش نحط اربع او خمس صوابع بس اه وبعد كده بنوطي النار علشان ما تتحرقش معانا اه وما نقلبهاش بالشوكة غير لما تاخد اللون اللي قدامنا ده هي كده خلاص متماسكة ومش هتتكسر ابدا ان شاء الله اه ولما تاخدت درجة الاحمرار اللي احنا عايزينها دي بنبدأ نشيلها دلوقتي على منادي الورق وهنقرر نفس الطريقة مع كل الكمية البطاطس لغاية لما نخلصها كلها ان شاء الله شايفين طلعة جميلة جدا ومتماسكة ومش مكسرة ومحصلش فيها اي تغيير يا جمان لو ملاحظين ما شربتش معانا زيت اه دلوقتي انا خلصت تقريبا الكمية كلها معتش لاخر اربع صوابع شايفين ما شاء الله الكمية وفيرة جدا اهيت هحمر اخر اربع وحدات معانا ونشوف بقى ان شاء الله هنقدمهم ازاي شايفين يا جماعة ما شاء الله الكمية عاملة ازاي وفيرة جدا اهيت اه وانا قدمتها طبعا مع كاتشوب ولو فيه مايونيس بتحبه وقدموها معاها اه طبعا انا شلت واحدة على جنب علشان مبوش الرصة اه وهوريكوا الارماشة بتاعتها بسم الله مقرمشة جدا يا جماعة ولذيذة واتمنى ان انتوا تجربوها بصراحة مختلفة جدا على البطاطس العادية اللي احنا بنكلها كل يوم اه اتمنى تكونوا الطريقة سهلة وعجبتكم اذا عجبتكم الوصفة اشتركوا على القناة فعالوا الجرس او اتنسوا تعملوا اللايك وشير للفيديو بالفها نوعات اشتركوا في القناة